شركة شبه الجزيرة المحدودة تتطلع اثناء مسيرتها الى مواكبة رؤى المملكة العربية السعودية لعام الفين وثلاثين وبرنامج التحول الوطني لعام الفين وعشرين وذلك من خلال تحقيق اهدافها بخطوات ثابتة واضحة محددة وايمانا منا بالدور الاجتماعي اطلقنا خط دعم للمشاريع الصغيرة للأسر المنتجة بطريقة مبتكرة لاول مرة في مكة المكرمة عن طريق تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وذلك عبر خطوط انتاج متميزة مثل التغذية النسيج الدعاية والاعلان والاكسسوارات والحفلات والتجميل ليكونوا شركاء لنا في برنامج من الاحتياج الى الانتاج اهداف البرنامج توطين الوظائف ضمان الاستدامة والدخل الشهري الثابت للأسر الحرفية والمنتجة تطوير منتجاتهم بما يناسب احتياج السوق خفض نسبة الاستيراد لمنتجات الهدايا والتحف الصغيرة الاستحواذ على نسبة اربعين بالمئة من سوق التحف والهدايا بجوار الحرم المكي الشريف والمقدر بمبلغ ثلاثة مليار ريال حيث استقلت بعض الخطوط بذاتها مثل التمويل الغذائي لضمان الاستدامة تم فتح منافذ بيع موزعة باحياء مكة تحت مسمى تشكيلة روز باريس اول منافذ بيع نسائية متخصصة بتنسيق الزهور والحفلات بعدة فروع بمكة المكرمة الصابون تم بفضل الله تدشين اول منافذ بيع نسائية للصابون الطبيعي والمعطر بمختلف اشكاله وانواعه يدار بايدي مكية في عدد من احياء مكة المكرمة النسيج الدعاية والاعلان والهدايا التذكارية ولان عدد المسلمين حول العالم يبلغ مليار مسلم حرصنا على صنع الهدايا التذكارية ودمجها مع الالات المتخصصة لضمان جودتها من خططنا القادمة باذن الله تكوين خطوط في مجالات ممتدة من خلال ورش عمل تدريبية بشكل دوري في ونحن في صدد اقامة اول مصنع نسائي بالشرق الاوسط يهتم بصناعة المفاتيح الكهربائية والافياش والاميجا واخيرا تم بفضل الله التعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والذي نتج عنه مسابقة حرفتي انطلاقتي فتح منافذ بيع لمنتجات الاسر الحرفية بالفنادق ونتطلع للمزيد من العطاء لكل ما من شأنه ان يخدم الاسر المنتجة والحرفية ويساعد في تحقيق الاستدامة لهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة